اشتركوا في القناة الى مستوى اعلى من التنظيم يواكب المسجدات في هذا الجانب لخدمة هذه الرياضة العريقة وتوفير افضل السبل للاستعداد للموسم القادم مشيدا جلالة الملك المفدى بالجهود الطيبة التي يبذلها سمو رئيس واعضاء الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكافة الحضور وجميع المسؤولين بالنادي في سبيل الاهتمام بهذه الرياضة العربية الاصيلة وقد اثنى جلالته خلال الاجتماع على الانجازات العديدة لهذا النادي العريق منذ انشائه قبل حوالي اربعين عاما ما عزز من مكانة مملكة البحرين على خريطة السباقات العالمية وتشجيع الشباب البحريني على ممارسة رياضة الفروسية ارث الاباء والاجداد الذي نفتخر ونعتز به جميعا واضاف جلالته اننا لا ننسى ما بذله السيد شرف العلوي رحمه الله من عمل مثمر وانجازات كبيرة هي محل تقديرنا الدائم مؤكدا جلالته على مواصلة الدعم لرياضة الفروسية بما يسهم في تطوير وتقدم سباقاتها محليا وعالميا كما تم بحث نقاط جدول الاعمال بما فيه اختصاصات هيئة رياضة شؤون الخيل والارتباط مع نادي راشد ووكالة الثروة الحيوانية ورفع مستوى النواحي التنظيمية والبشرية والانشائية في النادي ليكون دائما واجهة دولية للبحرين وتعزيز قدرة النادي لاستضافة المزيد من السباقات الدولية وكذلك الالتزام المتواصل بشروط نظام الحجر الصحي وخلص الاجتماع الى تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ ما تم اقراره متمنيا جلالته لرئيس واعضاء الهيئة العليا للنادي كل التوفيق والسداد من جانبه اطلع سمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل جلالة الملك المفدى على انشطة النادي وبرامجه المستقبلية معربا عن اسمى ايات الشكر والامتنان والعرفان الى جلالته حفظه الله على رعايته السامية ودعمه ومساندته للنادي بشكل خاص ورياضة الفروسية بوجه عام اشتركوا في القناة